بعد وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية سيد سامح شكري ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد لتدعيم العلاقة فيما بيننا على المستوى الشخصي ولكن أيضا العمل المشترك لصالح علاقة خاصة اللي بتربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات والمشاعر على المستوى الشعبي في كل من البلدين اللي تجعل من هذه العلاقة علاقة خاصة نعتز بها كثيرا ونعمل سويا على سرها نحو الأمام اسمه الشيخ عبدالله تشرف صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس تم خلال هذا اللقاء لتأكيد على الحرس القيادتين على العمل المشترك والتنسيق الوسيق في دوق تطابق الرؤى زاء كل القضايا والتحديات التي نواجهها سويا في المرحلة الحالية وأيضا بناء على الدعم الذي وفرته دولة الإمارات لمصر في نقطة فارقة من تاريخها خلال السنوات الماضية والذي يستمر في كثير من المناحي في دعم جهود مصر في نحو الانطلاق الاقتصادي وتحقيق التقدم المباحثات اليوم كانت مباحثات منفردة ثم في حضور الوفدين تم خلالها التطرق إلى العلاقات الثنائية إلى أعمال اللجنة الاقتصادية التي عقدت بالأمس للحرس على إيجاد مزيد من مجالات التعاون فيما بين البلدين على المستوى الاقتصادي أيضا تناولنا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي العربي والعمل المشترك مع الشركاء لنا في دول الخليج وعلى رأسوها المملكة العربية السعودية للمواجهة التحديات العديدة سواء كان في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن والعراق بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك لتدعيم قوة الأمن القومي العربي وحماية من التدخلات الخارجية في الشأن العربي برحب مرة أخرى باسموه الشيخ عبد الله وطمنا له كل توفيه وسداد وسحة وننتظر بشغف لقائنا القادم إن شاء الله في القريب شكرا جزيلا بسهل خير في البداية اسمح لي تميدي وصديقي أخوي سامح شكري على أن أتقدم لكم بالشكر على كل الحفاوة والتقدير اللي نحضابه نحن أهل الإمارات عندما نأتي ونزور بلدنا التاني مصر وكل ما سمعنا اليوم من خمت رئيس ومنكم شخصيا على أهمية تطوير العلاقة بين البلدين والاستفادة من كل الفرص الموجودة في هذه العلاقة إن كان تطويرها على المستوى التنائي أو تطوير العمل بين بلدنا في المجالات ومواجهة التحديات نحن اليوم لا شك أننا مثل ما تواجهنا التحديات لكن أيضا تواجهنا فرص وهذه الفرص أكبر هذه الفرص هي العلاقة المتينة اليوم والقوية والمتضامنة بيننا وبين مصر وبين المملكة العربية السعودية نعتقد أن هذه العلاقة ستزداد قوة ومنعة ستوفر حياة أكثر تنوعا من فرص والإمكانيات لشعوب هذه الدول والشعوب المنطقة نحن اليوم نرى أن مصر تعافت من محنة وأزمة لم تكن فقط صعبة على مصر ولكن كانت صعبة على كل محبين مصر ومنها الإمارات نحن اليوم نرى في مصر البلد الشامخ البلد الأصيل البلد الذي يحب الخير والاستقرار لمحيطة والمحيطة العربي اليوم أيضا مثل ما ذكر أخو يسامح أن ذكرنا التحديات التي تواجهنا ليس فقط التحديات في دولنا العربية ولكن التحديات من غير العرب في محيطنا العربي إن كانت هذه التحديات من قبل أو الاعتداءات من قبل إيران إسرائيل تركيا فالاعتداء على الأراضي العربية أو على المصالح العربية أو التدخل في الشأن العربي هو مشاوي بغض النظر من كان خلفه نعمل وسنستمر أن نعمل بقوة وبعزم لمواجهة هذه التحديات ولكن الأهم أن نعمل أكثر للاستفادة من الثقة المتبادرة بين شعوبنا بين قيادتنا وتوسيع هذه الإمكانيات لتكون أكثر خيرا وأكثر ازدهارا لنا جميعا شكرا جزيلا يا فندم في بداية عندي سؤال معالي الوزير سامح شكري بخصوص تحرقات بتقودها مصر لتوحيد الجيش الوطني الليبي هل سيعلم في القاهرة قريبا توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وسؤالي سمو الشيخ عبدالله بن زايد بخصوص أولا قطع غزة الإمارات كان لها تحرك إيجابي جدا من خلال هداد الأحمر لدعم الأشقاء في قطع غزة هل لدى الإمارات أي مشاوات في الفقر وسؤالي سمو الشيخ عبدالله بن زايد بخصوص أولا قطع غزة الإمارات كان لها تحرك إيجابي جدا بالتأكيد أنه من العناصر الهمة هي العمل على توحيد صفوف الجيش الليبي ووصول العناصر المختلفة للجيش الليبي لتفاهم حول خطط التوحيد حول الهيكل العسكرية المتعرف عليها وما سوف يكون لذلك من أثر على توفير الأمن ومحاربة الإرهاب واستعادة استقرار الليبيا حتى تسير في مصار السياسي تنفيذا للاتفاق السياسي خطط المبعوث الأممي توفير المناخ الآمن لعقد الانتخابات في القريب العاجل فهذه الجهود أيضا مقرونة بالجهود الذي يبزل من قبل مصر في اتصالتها مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة سواء كان في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب وفتح مجالات التوافق والتفاهم حول مستقبل ليبيا في نهاية الأمر يخص الشعب الليبي يخص الأشقاء في ليبيا أن يصيغوا مستقبلهم بما يحقق مصالحهم بما يضمن ويحمي مقدراتهم وما تبزله مصر هو تيسير وإتاحة الفرصة لوجود كل هذه الأطراف في القاهرة لخدمة مصالح الشعب الليبي لا شك أن ما نراه في سوريا اليوم هو وضع في غاية التعقيد غاية الخطورة وهناك مسؤولية عربية ومن قبل الدول دائمة العضوية في المجلس الأمن أن تقوموا بدور أكبر أولا لحماية الشعب السوري ثانيا لإيجاد المساحة والإمكانيات اللازمة لعادة نعاش الحوار السياسي لن يكون هناك حل في سوريا من قبل أي طرف يحاول أن يحسم الأمر بشكل عسكري ثانيا لابد أن يترك الأمر للسوريين وتختفي كل الميليشيات التي دخلت إلى سوريا أو مدعومة من قبل أطراف أو دول أخرى هذا ما تسبب في نهاية الأمر من تدخلات الإيرانية والتركية في سوريا أو مدعومة من قبل أطراف أو دول أخرى هذا ما تسبب في نهاية الأمر من تدخلات الإيرانية والتركية في سوريا فيما يتعلق بالأمر في غزة لا شك أن نحن دوت الإمارات ندين بأشد العبارات محاولة الاعتداء على رئيس الوزراء السلطة الفلسطينية لكن أيضا في نفس الوقت هذا لن يمنعنا بأي شكل مشكال باستمرار جهودنا ومحاولة تعمنا لإخوتنا في غزة هذا سيحتاج مزيد من الجهد الدولي لإعطاء فرصة للسلام ولكن أيضا سيحتاج أن نبدأ الجهد أكبر لعادة المصالحة الفلسطينية في مسارها صحيح هنا نشيد بدور الأشقاء في مصر لبذل هذا الجهد ونحن نأكد أن دوت الإمارات تدفع بكل إمكانياتها لإنجاح الجهود المصرية ولتشجيع الأطراف الفلسطينية للوصول إلى مصالحة فلسطينية فلسطينية الذي سيؤدي بالتالي أن يكون الصوت الفلسطيني أقوى لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والوصول إلى قناعة دولية الاستفادة من مبادرة السلام العربية وتحقيقها على أرض الواقع سمير عمر سكاينز عربي سؤال مشترك يبدو من كلام سمو الشيخ عبد الله فيما يتعلق بمثلث المخاطر على الوطن العربي وهو إيران إسرائيل وتركيا بالتأكيد العلاقة بين مصر والإمارات لا تحتاج إلى بيان سواء في التنسيق في العلاقات الثنائية أو في التنسيق الإقليمي على المصالة العربي هل الأمر في سوريا إذا اعتبرنا أن الخطر على سوريا مصدر رئيسي إيران وتركيا هل الأمر في سوريا لدى القاهرة وأبوظبي تصور لإبداع دبلوماسي ربما لإعادة وضع الرقم العربي على خريطة الحل السوري صحيح في محددات مشتركة لكن هل ممكن نشهد في المرحلة المقبلة إبداع دبلوماسي تشارك في صنعه القاهرة والرياض والأبوظبي لتقديم مقترح يعيد العرب مرة أخرى إلى مربع الحل في سوريا أم لا الأمر الآخر ما يتعلق بالضلع الثالث في المخاطر على الوطن العربي هو يتعلق بإسرائيل هل نشهد تنسيقا إلى جانب ما تضعه الجامعة العربية بشأن التحرك في موجهة إسرائيل في مقبل أيام تصور أيضا يدفع تحركات الجامعة العربية وأننا نحن نكون على قمة عربية في مجال التصدي لإسرائيل سواء في عدوانها المستمرة على الأرض الفلسطينية المحتلة أو في توسعها في الأمم المتحدة شكرا جزيلا تكيد أن الوضع في سوريا معقد ويزداد تعقيدا ويعاني في المقام الأول الشعب السوري من تدخلات في المشهد العسكري وسواء كان من تركيا أو تدخلات من ووجود لتواجد إيراني في الساحة السورية والدول لسواء مصر أو دولة الإمارات أو أشقائنا في المملكة العربية السعودية نعمل بشكل وثيخ مع الجهود الدولية موثلة في المغلوث الأممي استفان ديمستورا والمصار المعتمد من قبل مجلس الأمن نعمل لدعم هذا المصار نعمل لتوحيد المعارضة السورية لتطلع بمسؤوليتها نعمل على التواصل مع كل الدول المؤثرة الولايات المتحدة الأمريكية الروسيا الاتحادية لدفع جهود السلام نحو الأمام هناك الآن نترسخ الاعتقاد والاقتناع الكامل بأن ليس هناك حل عسكري وأن المخاطر التي تولدت بانتشار التنظيمات الإرهابية تقتدي ضرورة إيجاب حل وفي نفس الوقت القضاء التام على المنظمات الإرهابية العاملة في الساحة السورية نرى أن المصار السياسي القائم في جناف خفيل بذلك ونستمر مصر وشقائها في دعم هذا المصار والعمل على استعادة سوريا إلى وضع الاستقرار الحفاظ على سلامة أراضيها الانتقال بما يحقق طموحات الشعب السوري نحو رسمة مستقبله بالشكل الذي يرى مناسبا له وسوف نستمر في دعم الشعب السوري للسير قدما لوضع المستقبل الذي يحقق طموحاته أيضا التشاور المستمر وتقدير الموقف فيما بيننا يفتح المجال لأي خطوات قد نراها لها تأثيرها وتكون داعمة لاستعادة سوريا لمكانتها في قلب العالم العربي سوريا دولة رئيسية بما لديها من ثراء ثقافي للعالم العربي كنها مكون لغنى عنه أن نستعيد هذا الانخراط الكامل لسوريا مع نطاقها العربي بالنسبة للوضع في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود التسوية السلمية فطبعا الجامعة العربية نهضت للدفاع عن القدس في إطار القرارات التي اتخذت خروجا عن مبادئ الشرعية ومقرارات المجتمع الدولي المرتبطة بوضع القدس ونستمر في نفس الوقت في تشجيع المصاري السياسي التفاودي بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وأن تكون عصمتها القدس الشرقية نرى ضرورة تحريك المصاري السياسي لاستحقاق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وهذا هو الهدف العربي المشترك متمثل في مبادرة السلامة العربية التي اعتمدت في 2002 ويظل تظل الجامعة العربية تؤكد تمسكها بهذه المبادرة باعتبر كل مكوناتها هي المكونات المتوافقة عليها دوليا حقيقة الأخ سامح جاوب عني أيضا على نفس النقطة لكن اللي يريد فقط أن أكد عليه وما كان يذكره زميليوزي الخارجية قبل قليل حول ليبيا نحن يهمنا حقيقة أن نستعيد كل ثقل عربي ممكن إن كان هذا اليوم نرى فراغ في ليبيا نرى هذا الفراغ في سوريا نرى هذا الفراغ في لبنان أو في اليمن نحن أكثر تفاؤلنا اليوم حول تطور الوضع في العراق لكن أيضا نتأمل أن يستعين أيضا الصومال عفيتة فمع الأسف في كثير من الحواضر العربية اليوم نرى هناك مشاكل وتحديات ولهذا السبب مصر سعودية مع الأسف أمامهم مهمة تاريخية ومسؤولية إنهم يكونوا عون وداعم مثل ما كانوا دائما وهذه مسؤولية لا نستطيع نحن كعرب أن نبتعد أو نزول عنها علينا أن نقوم بهذه المسؤولية بكل إصرار وعزيمة ونحن نأكد في الإمارات أن سنكون داعمين لهذه العاصمتين المهمات الرياض والقاهرة إن شاء الله حسام عبدالعليم من صحف مجالية الأخبار المصرية سؤالي مقتصر جدا إلى أين وصلت الأزمة مع قطر في ضوء تعيين الولايات المتحدة مبعوث خاص لحل الأزمة وقبل نقاد القمة الخليجية الأمريكية مقرارا إن شاء الله في مي شكرا يعني في الحقيقة الأمر المعوث الخاص الأمريكي لم يعين حديثا إنما عين في شهر أغسطس ويوليو الماضي وبالتالي فوجوده على الساحة ليس بجديد وإن كان جولته الأخيرة في المنطقة كانت في إطار تناول هذه المشكلة وهو أمر لم يتغير كثيرا الدول الأربع مصر والأمارات والمملكة العربية السعوبية والبحرين في إعلان القاهرة وفي أيضا بيان الصادر في البحرين كان موقفهم واضح ولازال واضح في التمسك بالمشاغل والقضايا الثلاثة عشر التي يجب التعامل معها تحقيقا لعدم التدخل في شؤونهم الداخلية والحماية الأمن القومي العربي بصفة عامة من المخاطر المرتبطة بانتشار الإرهاب وتمويل تنظيماته ليس هناك ما نضيفه لذلك إلا أن تأخذ حكومة قطر وتنتهج السياسات التي تتعامل بجدية مع هذه المشاغل والتأثيرات السلبية التي ترتبط على السياسات بالنسبة للدول الأربعة بل تتسع نطاقها أكثر من ذلك في بقعة عديدة من العالم العربي وكانت لها تأثير سلبي بالنسبة له ليس هناك أي تحديد على حسب علمي لأي اجتماعات في القريب العاجل مرتبطة بهذا الأمر ويعني نحن في تشاور فيما يتعلق بهذه القضية ضمن طبعا لا تأخذ حيث كبير في إطار الموضوعات الكثيرة التي نتحدث فيها في إطار العلاقة الثنائية أو الأوضاع الإقليمية والدولية أنا ودي بس نرجع على الصورة الأكبر الصورة الأكبر نحن أمام تحديات وأمام فرص اللي يهمنا أن نستغذر قدر الإمكان هذه الفرص هذه الأمال هذه العزيمة ونواجه هذه التحديات إحدى هذه التحديات هو انتشار التطرف انتشار الإرهاب الكراهية إفساد العقول ومع الأسف أحدى منصات ذلك هي قطر ف إذا قطر تريد أن تغير نهجها أنا متأكد أن كنا سنكون مرحبين بعودة قطر إلى الصف العربي أما إذا قطر تريد أن تستمر في نفس هذا النهج ف ما أعتقد أن هناك حاجة لأي مننا أن يغير هذه السياسة وهذا ما تعاهدنا وما توافقنا عليه ف الصورة الأكبر اللي لابد أن نتعمل معها على وهي نحن أمام تحديات هذه التحديات تشكل هاجس لنا علينا أن نعمل على حماية شعوبنا من خطاب الكراهية من خطاب العنف من خطاب التحريض وسنستمر بذلك سنستمر بنشر في منطقتنا وعودت عودتنا إلى إلى الإسلام الذي تربينا عليه نحن وأسرنا الإسلام الوسطي الإسلام المعتدل الإسلام المتسامح مع الآخرين وليس الإسلام الذي حاول أن يستغل من أمثال أسامة بن لادن والظواهري وآخرين شكرا جزيلا شكرا